انت بتتكلم كل الناس بتتكلم الحقيقة جماعة التراجي عنده أزمات طبعا الحقيقة جماعة التراجي داخل المباراة دي يخسر صحيح حقيقة جماعة التراجي ما عندهش جماهير وعنده مصابين وعنده غيبات وحسسوني وكأن النادي الأهلي رايح يكسب تلاتة فرادز إن شاء الله يكسب تلاتة فرادز بس هلها المباراة بالسهولة دي وما هي الأزمات اللي بتدور حوله التراجي تخليه الناس تحسب كده يبقى التراجي واحد من فرسان الران دايما على بطولة أفريقيا بفرقة كبيرة عنده شخصية البطولة فرقة قدرت أنها تتوج فيه الخمس ست نسخ الأخيرة بنسختين قدرت أنها تاخد نسخة من النادي الأهلي بعد فوز النادي أهلي في القاهرة بقصر فيه مباراة رادز بالثلاثية فتراجي لا تأمن دايما الفرقة الكبيرة وشخصية الفرقة الكبيرة في مباراة السادي ده مليون في المية قبل ما نتكلم على المباراة وإيه الأزمات اللي موجودة عند التراجي التراجي ليس فيه أفضل حال بكل حال من الأحوال التراجي لازال عنده مشاكل كتير جدا يمكن مشاكل بألاف فترات ومشاكل اللي استجدت عليه فيه الشهرين الأخيرتين داخل نادي التراجي الأولى هي تراجع النتائج التراجي حتى على صعيد البطولة المحلية اللي هي بمنتهى البساطة عشان نبساطها للناس يعني التراجي التونسي فيه في تونس هو زي الأهلي في مصر فيما يتعلق ببطولة الدوري هو بيستحوذ على معظم النسخ حتى النسخ الأخيرة كل خمس ست مواسم بيطلع فريق ياخد نسخة من التراجي التونسي تراجي أول أزمة بتقابله تراجع النتائج بشكل كبير جدا تراجي في أخذ أربع مباريات في الدوري هزم فيه ثلاث مباريات هزم من الأوليمبي الباجي هزم من سفاقسي بقيادة الكابتن حسام البدري هزم من الأفريقي فاس فقط على متصدر الترتيب النجم الساحلي وهنا لازم أقفك عنده نقطة خسر المباريات آه لكن لما كسب كسب النجم الساحلي متصدر الترتيب دي رقم واحد رقم اتنين خطر الإقالة وشبح الإقالة وعدم رضا جماهير التراجي على المدرب نبيل معلول وضغوط كبيرة جدا جدا ندخل بها نبيل المعلول المباراة بعد الخسائر المحلية بعد الأداء اللي كان متراوح ما بين الجيد والمقبول في دور المجموعات حتى الصعود نفسه أمام شبط القبال كان بالكاد بعد إلغاء هدف عن طريق الفار في السواني الأخيرة من المباراة رقم ثلاثة الغاب الجماهيري جماهير كبيرة جدا جدا واحد من أقوى الجماهير اللي موجودة في شمال أفريقيا جماهير التراجي التونسي غياب الجماهير طبعا بيمثل نقطة سلبية في ظل الأزمات اللي بيعاني منها التراجي رقم أربعة وده المهم بعض الغيابات على صعيد العناصر الأساسية أو حتى على صعيد البودلاء يعني حتى هذه اللحظة لم يتحدد موقف غيالان شعلاني غايب بقى له فترة ما بين إصابات ما بين مشاكل مع الجهاز التقني للتراجي غياب رياض بن عياد غياب حمد الهوني هاني عمامو لعيبة أساسية ولعيبة هي بكل اختاري الأول حتى على صعيد البودلاء مش موجودين حتى لما تيجي تتكلم أنا معيز بين شريفية موقفه لم يتحدد حتى هذه اللحظة من تواجده فيه التشكيل الأساسي وأخيرا التراجي دايما وبيقابل الأهلي الأهلي بلغة الكورة رقميا كعبه عالي على التراجي نتكلم فيه 22 مواجهة سابقة الأهلي فاس في عشر والتراجي فاس فقط في أربع مواجهات وتمن مواجهات انتهت بالتعادل خمس أزمات كتير على أي فريق مهما كان كبير في دور نصف نهائي من دوري أفطال أفريقيا وهو بيلاعب الأهلي ودي أزمة أهم من الخمس أزمات اللي احنا قلناهم إنه بيلاعب الأهلي في وقت الأهلي ماشي بشكل ممتاز طيب